اشتركوا في القناة التحليل الأدبي والرسم الإملائي والرسم الكتابي نبدأ بالتحليل الأدبي الهدف من هذا الدرس وهو فهم نص الوحدة وتحليله وتذوقه ونقده معرفة الأديب والجو العام للنص نقل للتمهيد قراءة النص قراءة صحيحة ومعبرة نرجع للنص من الكتاب حصيلة الثورة المعلوماتية ونقرأ النص قراءة متأنية قراءة صحيحة قراءة معبرة حتى نصل إلى أبكار الكاتب ونستطيع أن نحلل تحليلاً أدبياً صحيحاً ننتقل لمراجعة الدرس أمامك نص حصيلة الثروة المعلوماتية نص نثري السؤال من قائل النص ومتى ولد وأين وما أبرز اهتماماته الجواب قائل النص وائل موسى كاشك فاحث ولد في رام الله بفلسطين عام 1963 حاصل على البكالوريوس والماجستير في الرياضيات من المهتمين بالتعليم الذاتي والأدب القصصي واستخدام الأحجية في تعليم الرياضيات أي واستخدام الألغاز في تعليم الرياضيات ننتقل للتالي بنتعرف على أفكار النص ما الأفكار الرئيسة في النص راجع النص وقرأ النص حصيلة الثروة المعلوماتية وستجد وستجد أن هناك أفكاراً أوردها الكاتب أربعة أفكار أساسية أوردها الكاتب اقرأ النص مرة مرتين بعد ذلك ستستنتج هذه الأفكار الفكرة الأولى يرى الكاتب أن الاتصال التقني في الغالب عزل الاتصال الوداني الفكرة الثانية يدعو إلى ربط العلم التقني بالإطار الإنساني الواسع الفكرة الثالثة ينادي إلى الاحتفاظ بالهوية مع الأخذ بالعولمة التي لا تلغيها الفكرة الرابعة يدعو إلى تلاقح الثقافات بما لا يسلب الخصوصية ننتقل للتالي ونجيب على هذا السؤال ما الفكرة الصحيحة التي طرحها الكاتب أو رآها الكاتب هناك أفكار طرحها الكاتب سأولدك أفكار معينة هل هذه الأفكار هي من طرح الكاتب أم لا يشيد الكاتب بالثورة المعلوماتية وبكل ما يتعلق بها هل هذا صحيح؟ فكر الثاني يرفض الكاتب الثورة المعلوماتية على الإطلاق هل هذا صحيح؟ فكر الثالث يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية هل هذا صحيح؟ فكر إذن أي الإجابات تراها صحيحة؟ فكر نعم يدعو الكاتب إلى تصحيح بعض ما يتعلق بالثورة المعلوماتية إذن هو لا يرفضها على الإطلاق ولا يشيد بها على الإطلاق منتقل لفكرة أخرى ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه أفكارا جافة ومجردة من المشاعر ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه حقائق مرتبطة بالمشاعر ينظر الكاتب إلى العلم بوصفه وسيلة انتفاع ذاتي فقط أي الثلاثة من الأبكار طرحها الكاتب؟ هل ترى الفكرة الأولى؟ أم الفكرة الثانية؟ أم الفكرة الثالثة؟ فكر نعم هي الفكرة الثانية حيث كان ينظر إلى أن العلم لا بد من ربطه بالمشاعر ولا يراه جافا مجردا أو وسيلة انتفاع ننتقل للتالي هات تعريفا لما يأتي الثقافة الهوية ما معنى الثقافة أو ما تعريف الثقافة ومصطلح الثقافة؟ الثقافة هي عبارة عن علوم ومعارف وفنون يطلب الحذق والفهم فيها أما الهوية فهي الانتماء إلى عقيدة أو وطن ونحو ذلك ضع الكلمتين في تعبير أدبي مناسب الثقافة غذاء الروح والفكر والعقل كما الطعام غذاء البدم الهوية شجرة الهوية لا تؤثر فيها رياح الأهواء فجذورها راسخة ما دام يعزز في أبنائها روح الانتماء ننتقل للتالي كيف غابت العلاقات في رأي الكاتب غابت بأن تحول الكلام إلى صمت واللغة إلى إشارة والتخاطب إلى شراء أي يرى أن الكلمة إذا خرجت من الحاسوب والصورة من التلفاز فإن الإنسان يستقبلها دون تفكير أو تأمل أو تذكر وإنما أصبح الصور مستهلكة مجرد من الكلمات والمشاعر أو المعنى الإنساني ننتقل للتالي لنجيب ما العلاقة بين العنصرين التاليين الثورة المعلوماتية والاتصالية سهولة تناول كم معرفي كبير ما العلاقة بين هذين الاثنين في رأي الكاتب العلاقة الثورة المعلوماتية والاتصالية سبب سهول تناول كم معرفي كبير وهي ذات علاقة إيجابية ولذلك تجد انبهار وإعجاب وتناول الناس لها ننتقل للتالي حد التعبير أعجبك واذكر سبب ذلك التعبير حيث أصبح حتى المثقف الملولا يطالع ما يقرأ ثم يمارس التزلج بنظراته على الحروب لماذا أعجبك لأنه عبر عن واقع القارئ المثقف بعدم التركيز في قراءته فكيف بمن دونه كما أنه استعار صفة التزلج لنظرات القارئ دلالة على السرعة في تخطي الحروب ننتقل للتالي ونسأل ما الأفكار التي لها صلة بمفهوم النص أمامك الآن أربعة أفكار هذه الأفكار بعضها له صلة بمفهوم النص يتقلص الذكاء بسبب تعود الذهن على الكسل العقلي هل ترى هذه الفكرة لها علاقة بدرسنا وبالنص الأدبي الذي أخذناه فكر وحاول الإجابة أحسنت له علاقة في ذلك لأن الذكاء يتقلص كلما تعود الذهن على الكسل العقلي فكلما كان هناك كسل في عقل الإنسان كان هناك قصور في ذكائه باء ينبغي أن تكون العلاقة بين الكاتب ومتلقي علاقة حميمة هل ورد ما يوحي إلى هذه الفكرة في النص فكر وحاول الإجابة أحسنت هو لم يتطرق إلى هذه الفكرة وإن كانت هذه الفكرة صحيحة كمبدأ ولكنه لم يتطرق إليها جيم الثقافة الواسعة تجعل صاحبها قادرا على الارتقاء بروحه هل ترى أن هذه الفكرة ظهر لك ما يوحي إليها أو تبين لك ما يوحي إليها في النص الثقافة الواسعة تجعل صاحبها قادرا على الارتقاء بروحه فكر نعم الثقافة الواسعة تجعل صاحبها قادرا على الارتقاء بروحه دائما المثقف دائما المثقف الواسع ذو الأذكار الواسعة تجعله قادرا على الارتقاء بروحه وقادرا على الأخذ والرد والتعايش مع الناس الرياضة البدنية عبارة عن نشاط جسبي وعقلي ونفسي هل وردت هذه الفكرة أو ما يوحي بهذه الفكرة في النص فكر نعم أحسان تلم ترد ننتقل لدرسنا التالي وهو الرسم الإملائي ونتطلع إلى الهدف الهدف التعرف على الكلمات التي تحدث منها بعض الأحرف خطا مع نطقها في أولها وأوسطها وآخرها التعرف على الكلمات التي تحدث منها بعض الأحرف خطا مع نطقها في أولها وأوسطها وآخرها سنتعرف على بعض الكلمات التي ننطق أحرفا فيها ولكن هذه الأحرف لا تكتب مع الكلمة ولكنها تنطق التمهيد نمهد للدرس بهذا السؤال أوضح الكلمات التي وافق رسمها نطقها أمامك أربع كلمات لكن هذا جالس وسافر أي الكلمات الأربع التي أمامك ترى أنها وافق رسمها نطقها فكر وحاول الإجابة نعم كلمة جالس أو جالس وكلمة مسافر هاتان الكلمتان لاحظ حرف الجيم والألف واللام والسين وافق الرسم الكتابة كما نطقت بها رسمتها ومسافر كذلك نلاحظ كلمة لكن مكونة من أربعة أحرف في النطق ولكن في الكتابة وفي الرسم ثلاثة أحرف كلمة هذا هذا مكونة من أربعة أحرف في النطق ولكن في الرسم والكتابة ثلاثة أحرف إذن هذا هو درسنا انتقل للمراجعة ونبدأ بمراجعة الدرس ما الصحيح في كتابة الكلمات التالية أمامك الآن مجموعة من الكلمات الله ذلك أولئك الرحمن هل نكتب الله بما تراه الآن من الرسم أم نكتبها بالرسم الآخر بالرسم الذي كتب لك على اليسار ذلك هل نكتبها بهذا الشكل أم بالشكل الآخر أولئك بهذا الرسم أم بالرسم الآخر الرحمن بهذا الرسم أم بالرسم الذي تراه على اليسار فكر وحاول الإجابة على هذه الأربع من الكلمات إذن الإجابة الله نكتبها بهذا الشكل ذلك نكتبها بهذا الشكل أولئك نكتبها بهذا الشكل الرحمن نكتبها بهذا الشكل لماذا هذا ما سندرسه بعد قليل ننتقل للتالي إذن ما الرابط بين الكلمات السابقة الله ذلك أولئك الرحمن هناك رابط بين هذه الأربع كلمات فكر وحاول الإجابة حذف الألف مع نطقها الله حذفت منها الألف ذلك حذفت منها الألف أولئك حذفت منها الألف الرحمن حذفت منها الألف بعد حرف الميم لكن مع ذلك ننطقها مع ذلك ننطقها إذن نطق الألف مع عدم كتابتها هذا هو الرابط بين الكلمات الأربع ننتقل للتالي ونحاول أن نحصر الكلمات في لغتنا الخالدة التي تحمل حرف الألف تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب الكلمات كالتالي مجموعة الكلمات الله الرحمن إله طاه لكن هذه مجموعة كلمات مختلفة وهي لفظ الجلالة الله والرحمن صفة الرحمن وإله صفة الرحمن وطاه وكلمات لكن كل هذه الكلمات الخمس لاحظ أن فيها ألفا تنطق ولا تكتب هناك مجموعة أخرى نحصرها بمجموعة أسماء الإشارة وهي هذا وهذه وهذه وذلك وهذان وهؤلاء وأولئك وذلكم وكذلك وهكذا لاحظ هذه الكلمات كلها فيها ألف نطقت ولم تكتب هناك كلمة أخرى وهي ابن ابن تحذف ألفها أيضا ولا تكتب ولكن قد تكتب أيضا بشرط تكتب أيضا بشرط وإن شاء الله سنبين ذلك لاحقا ننتقل للتالي ونسأل متى لا نحذف الألف في ابن هناك أربع حالات لا يمكن أن نحذف فيها الألف في ابن الحالة الأولى عند التثنية والجمع مثل أن نقول ابنان ابن هات التثنية منه نقول ابنان أو ابنين وهات الجمع منه نقول أبناء الحالة الثانية إذا وقعت بين اسمين غير علمين مثل المعلم ابن المعلم لاحظ أن المعلم صفة والمعلم الآخر أيضا صفة فعندما نقول المعلم ابن المعلم نأتي بالألف ونكتبها وكمثال آخر المهندس ابن الطبيب مثلا ننتقل للثالث إذا فصلت بين الاسمين العلمين كأن تقول مثلا خالد وابن محمد خالد وابن محمد الفاصل بينهما حرف العطف تقول جاء خالد وابن محمد فعندما فصلت بحرف العطف أتينا بالألف ورسمناها وكتبناها ونطقنا بها كذلك الحالة الرابعة إذا وقعت في أول السطر مثل أن تقول كان أمير المؤمنين الخليفة العادل عمر بن الخطاب لا تأخذه في الله لوم تلائم لاحظ عمر والخطاب عبارة عن علمين وهذان العلمان إذا وقعت بينهما ابن على الأصل أنك تحذف همزة ابن ولكن إذا جاءت ابن في أول السطر وهي بين العلمين فإنها فإن الألف تكتب فإن الألف تكتب كما ترى أمام هذا النص كان أمير المؤمنين الخليفة العادل عمر بن الخطاب لاحظ كلمة ابن هنا لاحظ كلمة ابن هنا جاءت في أول السطر فإلذلك كتبنا الهمزة كتبنا همزة الوصل ولو كانت ولو كانت ابن بين العلمين ولكنها في وسط السطر ليست في أول السطر فإن الهمزة تحذف فإن الهمزة همزة همزة الوصل تحذف ننتقل للتالي ونجيب على هذا السؤال متى نحذف ألف الرحمن الرحمن كما ترى هنا لفظة الرحمن كما تراها حذفت ألفها رغم أننا ننطق بها إذن متى نحذفها نحذفها إذا كانت علما يعني اسما مقرونا بأل التعريف مقرونا بأل التعريف إذن وإذا كانت غير ذلك غير مقرونا بأل التعريف فإننا نكتبها بالألف فنقول رحمن بالألف رسما بالألف رسما ننتقل للتالي ونجيب على هذا السؤال هل تحذف الواو في بعض الكلمات ولما مع التمثيل نعم تحذف الواو مع بعض الكلمات مثل داود أصلها داود بواوين طاوس أصلها طاوس بواوين والهدف من الحذف هو التخفي الهدف من الحذف هو التخفي ننتقل للتالي هل تحذف الألف من آخر الكلمة ومتى ثم هات على ذلك مثالا نعم وذلك فيما الاستفهامية انظر ما الاستفهامية إذا سبقها حرجر فإنها تحذف الألف فتقول عما مما لما بما إلى ما على ما لاحظ أن كل الكلمات التي أمامك الآن عما مما لما بما إلى ما على ما لاحظ أن ألف ما الاستفهامية حذفت في كل هذه الكلمات لأنها سبقها حرجر ننتقل للتالي هل تحذف النون من آخر الكلمة ومتى ثم هات على ذلك مثالا نعم وذلك في حروف الجر من وعن في حرفي الجر من وعن لاحظ من وعن حرفي جر منتهيان بماذا بالنون كما ترى إذا أتى بعدهما ما ومن ما ومن ومثال ذلك عما كما ذكرنا قبل قليل أين ذهبت النون أصل الكلام أو أصل الكتابة عن ما فحذفت النون وحذفت الألف بعدها فأصبحت عما فأصبحت عما حذفت النون وحذفت الألف التي فيما فأصبحت عما والمثال الآخر عن من عن من حذفت نون حرف الجر فأصبحت عما عما طبعا طبعا هناك موضع ثالث تحذف نون أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع إذا جاء بعدها لا النافية مثال عليك أن لا تهمل واجبك أصل الكلام عليك أن لا ولكن النون هنا تحذف لأنها جاءت أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع وجاء بعدها لا النافية فأدغمت فأصبحت حرفا واحدا فأصبحت اللا كما درسنا في الوحدة الثالثة ننتقل للتالي ونلخص درسنا الإملاء بهذا الرسم وهذا الشكل تحذف بعض الأحرف في الكلمة خطا في المواضع التالية في كما ذكرنا في كلمات تحفظ مثل كلمة الله الرحمن لكن الله الرحمن لكن طه إله أيضا همزة الوصل في ابن أحيانا وألف ما الاستفهامية إذا سبقها حروف الجر من عن إلى على الب اللام مثل عم مما لما بما إلى ما علامة أيضا حرف النون في من وعن إذا دخلت على من مثل عم من من أيضا حرف النون في أن الناصب للفعل المضارع إذا جاء بعدها لا مثل أنصحك ألا تهمل دروسك تحدث الواو أيضا تخفيفا في بعض الكلمات مثل داود وطاوس وأيضا همزة الوصل في كلمة غير معرفة بأل إذا سبقت همزة استفهام مثل أستفاد الآن كلمة استفاد فنقول في الاستفهام أستفاد أستفاد لاحظ أن استفاد مكونة أصلاسا من همزة وصل فعندما أدخلنا همزة الاستفهام حذفنا همزة الوصل وأتينا بهمزة الاستفهام فقلنا أستفاد ننتقل للتالي الآن سأملي عليك قطعة حاول أن تميز الكلمات التي درستها مع تحديدها الكلمات التي درسناها قبل قليل حاول أن تميزها في هذه القطعة مع التحديد وحاول أن تكتبها كتابة صحيحة في الإملاع بسم الله نبدأ ينتشر في هذه الأيام وباء عرف بكورونا أشبه بفايروس الحواسيب عطل الأعمال وأوقف الصلاة جماعة وأغلق المدارس وأصبحت التحية فيه نظر أخذ العالم بالوقاية منه وفي بلادنا ولله الحمد كانت الأولى بالتوعية منذ بداية ظهوره فلما كانت التوعية وبما يمكن لنا الوقاية منه إن الالتزام بالتوعية سبيل الوقاية من انتشاره فالشكر فالشكر لمن ساند التوعية وأسفا لذلك الذي يخالفها فخذوا حذركم وكافحوا لسلامة وطننا والله الرحمن هو الحافظ على كل حال فكر وحاول أن تحدد الكلمات التي درستها في هذا الدرس وهي الكلمات التي تنطق بعض أحرفها ولا ترسم وتكتب فكر الآن النص أمامك قوم نفسك وراجع ما كتبته وانظر إلى الصحيح وانظر إلى الخطأ وقومه وحدد الكلمات التي أخذناها في درسنا وهي كالتالي ينتشر في هذه وفي بلادنا ولله فلمكانة التوعية لما بما يمكن لنا الوقاية بما وأسفا لذلك ذلك والله الرحمن هو الحافظ الله الرحمن أمامك الآن هذه لله فلما بما لذلك الله الرحمن هذه هي الكلمات التي تتعلق بدرسنا الإملاء لهذا اليوم ننتقل للدرس التالي وهو الرسم الكتابي ونتطلع إلى الهدف هو سنتعرف على كيفية رسم الكتاب الصحيح يراد أمثلة إرشادية وإعلانية لخط الرقعة التدريب على الرسم الكتابي لخط الرقعة من خلال أمثلة في خطوات ثلاث ملاحظة ثم تحبير ثم رسم نمهد للدرس به هذا الاستذكار حاول أن تستذكر أبرز المبادئ التي درستها في خط الرقعة وإن كنت تذكر الأربع مبادئ فاستذكرها وتذكر أن هناك بعض الحروف تكون كتابتها في آخر الكلمات تحت السطر وأضف إليها حرف الها الوسطية وأن هناك بعض الحروف تكون رأسيا متوازية وأن بعض الحروف تكون أفقيا كذلك متوازية وأن المسافة بين الكلمات تكون متساوية ننتقل للتالي ونجيب على هذا السؤال في المراجعة من القواعد الصحية عند كتابة الخط هناك قواعد مهمة جدا عند كتابة أي نوع من أنواع الخطوط سنذكرها باختصار القاعدة الأولى الجلوس جلوسا صحيحا أثناء الكتابة الجلوس الصحيح مهم جدا أثناء كتابة الخط لأنه يحكم السيطرة على الخط وأحرف الخط أيضا من المهم استخدام الزراع بأكمل عند الكتابة لاحظ الزراع المستخدم أثناء الكتابة وهو المتكئ على الطاولة هذا الاتكاء يساعدك على التحكم بالقلم ويساعدك أيضا على التحكم في كتابة الأحرف على السطر ووضع الأحرف مكانها الصحيح قاعدة الثالثة لالتزام بالوضعية الصحيحة لليد اليد حينما تحسن الإمساك بالقلم أو تجيد الإمساك بالقلم فإنها بالطبع سيكون القلم سلس معها مما تؤدي لأن الكتابة سيكون وسيكون الكتابة سلسة وسهلة على الكاتب أيضا وضع ورقة الكتابة ما بين زاوية 35 وزاوية 45 لاحظ الورقة كيف تكتب أو كيف هي موضوعة بشكل منحني ما بين 35 ومعين 45 درجة وهذه من الأمور التي أيضا تساعد على الكتابة الصحيحة بعكس لو كانت الورقة بزاوية 90 فإنها أو بشكل مستقيم أمام الكاتب فإنها لا تساعد على الرسم الإبداعي والخط الجميل القاعدة الخامسة القواعد الصحيح عند الكتابة ليكون رأس القلم مشروفا حتى تحصل خط على خط أنيق يتبع القواعد ليكون رأس القلم مشروفا حتى تحصل على خط أنيق يتبع القواعد لاحظ القلم الذي أمامك الآن لابد يكون مشروفا كما ترى هذا الشطف يساعد على أن القلم أو تساعد على أن الخط يكون أنيق متبع للقواعد التي تتبع كل نوع من أنواع الخط كل نوع من أنواع الخط فالقلم المشروف ليس كالقلم المدبب القلم المدبب ربما يحسن التعامل معه المحترفون لكن المبتدئين بالتأكيد لا بد أن يكون معهم مثل هذه النوعية من الأقلام التي تساعدهم على أن يكون خطهم أنيق ننتقل للقواعد الأخرى تخيل أنك ترسم لا تكتب لتنطبع في ذهنك صورة الحروب عندما تكتب تخيل أنك ترسم لماذا؟ حتى ينطبع في ذهنك صورة الحرب أيضا من القواعد أثناء الكتابة فكر بالحرف ورسمح لا بالجملة نفسها أيضا فهم قواعد نوعية الخط وأنواع الخط معروفة رقعة ونسخ وفارسي وثلث وكوفي وديواني وغيرها فهما جيدا لتحصل على نتائج مبهرة أيضا أكثر من التدريب وتحل الصبر ننتقل الآن أقرأ وأتأمل فأحبر ثم أرسل اقرأ العبارة الذي يطالع بداية ما يقرأ ثم يمالس التزلد بنظراته على الحروب حبرها مرة أخرى وتأمل الحروف التي تكتب تحت الصدر والتي تتوازى رأسيا والتي تكون بينها وبين نظيرها تساوي ثم بعد ذلك حبرها ثم بعد ذلك بسمها إلى هنا أبناء الطلاب وبنات الطالبات نقف على درسنا وإن شاء الله نواصل دروسنا في قادم الأيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا